صالح مهدي عماش وضمن ضباط الجيش العراقي بعد ذلك عاد لبغداد ودخل كلية الأركان العسكرية وأكملها عام الف وتسعمائة وأربعة وخمس مثله مثل غالبية الضباط في حينه كان صالح مهدي عماش ذا توجه قومي وكان من المعارضين للنظام الملكي كان من ضمن أوائل البعثيين في العراق ولم يشارك في ثورة تموز الف وتسعمائة وثمانية وخمس مع عبد الكريم قاسم ولم يكن له دور سياسي مهم أو في إدارة أي منصب بسبب انتمائه البعثي كان عماش يتعرض للملاحقة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة ضد قاسم عام الف وتسعمائة وتسعة وخمس التي نفذها البعثيون ولكن في تلك الفترة توطدت علاقته بأعضاء بارزين في حزب البعث مثل أحمد حسن البكر وحردان التكريتي كان من ضمن أبرز قادة انقلاب شباط فبراير عام الف وتسعمائة وثلاثة وستون ومع امتلاكه دورا مهما في حزب البعث منذ الخمسينات ولكن دوره ذاك أصبح كبيرا جدا في حزب البعث بعد انقلاب شباط ثلاثة وستون يشاع عنه في بعض المواقع والقنوات أنه ساهم في قمع الشيوعيين بعد انقلاب ثلاثة وستون ضمن الحرس القومي وأنه تسبب وشارك في إعدام واغتيال عشرات قادة الشيوعيين ولكن أغلب المصادر تنفي ذلك بل نجد أنه من القادة البعثيين المهنيين من الذين لم يعرف عنهم الدموية وتصفية الخصوم في السجون ومسالخ التعذيب ومنهجه ذاك كان شبيها إلى حد كبير مع منهج قادة آخرين في حزب البعث مثل حردان التكريتي وعبد الخالق السامراء وحتى أحمد حسن البكر كان هؤلاء يمثلون جناحا بعثيا عقائديا معتدلا أما منهج الجناحين لآخرين وهما جناح صدام حسين وناظم الكزار وعبد الكريم شيخلي وجناح علي صالح السعدي ومنذر الوينداوي فكان منهجهما معروفا بالدموية والعنف المفرطين عماش مع البكر وحردان كانوا أكبر ثلاثة قادة عسكريين بعثيين من الذين خططوا لانقلاب السابع عشر من تموز عام 1968 مع إبراهيم الدود وعبد الرزاق النايف كما كان لهم دور كبير في انقلاب الثلاثين من تموز من نفس العام ضد النايف والدود إذ شغل عماش منصب مسؤول المكتب العسكري عام 1968 فكانت مهمته محورية في أحداث ذلك العام بعد انقلاب 1968 أصبح نائب رئيس الجمهورية ووزيرا للداخلية وأصبح من أقوى الشخصيات المؤثرة في العراق اعترض على عدة سياسات في عهد أحمد حسن البكر وبالذات السياسات التي كانت من تخطيط صدام حسين وأذرعه في الدولة مثل سياسات البعثيين مع الأكراد والسياسات الأمنية الداخلية فمع أنه وزير الداخلية إلا أن القبطة الأمنية الفعلية كانت بيد صدام حسين وناظم كزار كما لم يكن موافقا على ما عرف بإعلان آذار 1971 بين حكومة أحمد حسن البكر والزعيم الكردي الملة مصطفى البرزاني فحصل خلاف حاد بينه وبين صدام صدام طرح على البكر بأن صالح مهدي عماش أصبح يشكل خطرا عليهم لأنه ضابط محنك وذو خبرة ومعرفة بالانقلابات وأقنعه بأن اعتراض عماش على سياسات الحكومة هو مؤشر خطير جدا لهذا يجب أن يعزل من الحكومة بأي شكل لكن في الواقع فإن صدام حسين ومنذ 68 رأى قوة هائلة في الثلاثي البعثي العسكري حردان وعماش والبكر لا يمكنه التغلب عليها فيجب أن يفتتها ليأمن منها على الأقل إن لم يكن ليتخلص منها بعدما قام صدام حسين بإغتيال حردان التكريتي عام واحد وسبع في الكويت وبمساعدة عبد الكريم الشيخلي أصبح عماش هدفه التالي البكر فهم خطة صدام حسين ولكنه بدل أن يرتب أوراقه مع عماش أراد أيضا أن يضعف موقف صدام فوافق على استبعاد صالح مهدي عماش مقابل أن يتم استبعاد الشيخلي أيضا وافق صدام حسين وبكل سرور إذ كانت تلك بالنسبة له مثل استياد عصفورين بحجر واحد بعدها التقى صدام مع الشيخلي وعماش على مأدبة عشاء ودار بينهم حديث عام واعتيادي ثم وقف صدام فجأة وقال لهما بأنهما سيرسلان سفراء للعراق في الخارج بقرار من مجلس قيادة الثورة وأن أمامهما ساعات فقط لتنفيذ ذلك وأن هناك مرافقين سيأخذونهما كل لمنزله لتحضير حقائبهما ذلك كان نوع من الاعتقال بالقوة وأمر بتنفيذ حكم النافذ المفاجأة كانت بالغة القوة لصالح مهدي عماش ولعبد الكريم الشيخلي لكنهما علما من طريقة صدام بأن القرار حازم ولا نقاش فيه وهكذا عزل صالح مهدي عماش من مناصبه وأرسل سفيرا إلى موسكو في موسكو امتاز بنشاط سياسي وأدب كبيرين لكنه كان تحت مراقبة دقيقة من صدام عن طريق شبكة مخابراتية فعالة هناك والتي أسسها فاضل البراك في موسكو لم يعجب البعثيون بنشاط عماش المتصاعد في موسكو فأعادوا إرساله سفيرا لفرنسا عام 1974 ثم سفيرا في فنلندا عام 1975 والتي تعتبر من أبعد البلدان الأوروبية عن العراق وأقلها من ناحية العلاقات الدبلوماسية مع ذلك أعاد عماش نشاطه السياسي هناك واستمر بالتأليف ونشر الكتب إلى أن تفي عام 1982 بنوبة قلبية وهناك من يثيل الشكوك بأنه أغتيل بالسم أولهم ابنته الدكتورة هدى صالح مهدي عماش والتي أصبحت في التسعينات من أعمدة نظام صدام لتطوير أسلحة الدمار الشامل البيولوجية وكانت عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث هناك بعض الأخبار تشير أن الدكتورة هدى عماش وبعد 2005 كانت تتهم صدام بأنه سبب طرد والدها من العراق بل أنه دبر لاغتياله بالسم عندما كان سفيرا في فنلندا يبقى سبب وفاة صالح مهدي عماش غير مؤكد لأنه عندما توفي طلب نظام صدام أن تعاد جثته للعراق مباشرة وجرى دفنه بسرعة وبدون فحص وتشريح صالح مهدي عماش كان شاعرا ومؤلفا ومؤرخا وربما كان السياسية والضابط العراقي البعثي الوحيد الذي كتب الشعر ببرعه إذ أعجب محمد مهدي الجواهري الشاعر الفذ المعروف بشعر عماش وقد طبع عماش عدة دواوين شعرية من تأليفه ترجمت للغات الإنجليزية والفنلندية وألف عدة كتب في مواضيع أدبية وثقافية متنوعة توفي وعمره 58 عاما ترجمة نانسي قنقر